نكبة الأمس تعاد فصولها اليوم في قطاع غزة الضحايا هم أصحاب الأرض أما الجاني عاد ليكمل ما بدأه قبل أكثر من سبعة عقود ألا وهو تهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان والكلام عن الكيان المحتل تحت نيران القصف وأطنان القنابل وعن طريق قطع سبل الحياة الأساسية وبث الأكاذيب يسعى الكيان المحتل لقضم ما تبقى من الأراضي الفلسطينية غير الخاضعة لسلطته متخذا من عملية طوفان الأقصى حجة لتمرير آخر مخططات تل أبيب الرامية لتصفية المقاومة ومعها القضية الفلسطينية شواهد هذا المخطط التدميري للكيان تبدو جلية أمام أنظار المتابعين فعشرات الآلاف من سكان شمال ووسط غزة نزحوا إلى جنوبها سيرا على الأقدام بعد أن سويت منازلهم بالأرض وفقدوا أحبابهم وممتلكاتهم ولوحقوا إلى أماكن لجوئهم في المدارس والمستشفيات ومع ذلك لم يسلموا من نيران طائرات الاحتلال التي حددت الممر الآمن لتحوله صواريخها إلى مقبرة مفتوحة في واحدة من أبشع مجازر القرن الحادي والعشرين وفقا لتقارير دولية مجازر أجبرت أكثر من مليون وستمائة ألف من أهالي غزة المحاصرة إلى النزوح قسرا إلى وسط وجنوبي القطاع وفقا لتقديرات الأمم المتحدة فيما يقبع أكثر من ستمائة وسبعين ألف مهجر في مدارس ومبان تابعة لمنظمة أونروا التي باتت مكتضة على آخرها حيث يعيش هؤلاء المهجرون في ظروف مروعة وغير صحية مع محدودية الطعام والماء أو يفترشون الأرض في العراء فيما بات القانون الدولي الإنساني في خبر كان وبعد فشل خطة تهجير سكان غزة إلى شبه جزيرة سيناء اتجه الاحتلال إلى تهجير السكان من شمال القطاع إلى جنوبه في رهان لفصل الحاضنة الشعبية عن المقاومة وهو ما فشل الكيان في تحقيقه رغم بشاعة المجازر التي يرتكبها ضد المدنيين فصمود كل من السكان والمقاومة هو كلمة السر في هذه الحرب التي بدأها الكيان لكنه لا يعرف سبيلا لإنهائها ترجمة نانسي قنقر